بالنسبة لأول موضوع في حلقتنا النهاردة موضوع طبعا الفتاة المختفية كريستين صلاح حندات 19 سنة يا جماعة والموضوع ده بيخلينا كل مرة نتكلم كل مرة نتكلم في موضوع انه الاسلامة ما ينفعش تكون بعد الثمنتاشر او من سن الثمنتاشر السن الرشد في كل حتة في العالم 21 سنة النقطة التانية هو انا بقول كده ليه طبعا كريستين بعد منتشر خبر اختفاقها اختفت من يوم تقريبا عشرين او واحد وعشرين بس على بالمقصرتها خدوا علم من البيت اللي هي كانت فيه في انا وبدأوا ينشروا الموضوع وحاولوا يعملوا برضو بلاغات فالحقيقة معنا النهاردة احنا كنا بنحاول برضو والدها يكون معنا لكن معنا عدة فيديوهات بعتوها لنا قريب كريستين في فيديو الاستغاثة لولدها لو معنا والدها بس الاول وطبعا بكاء قريبتها وبكاء والدتها فيديو والدها معنا المفروض مع الفيديوهات زملنا وهو قاعد لوحده فيديو والدها بيتكلم فيه عن انه قد ايه انها يعني كانت مأساة هنا ده فيديو الوالد لكن فيه فيديو تاني ممكن على بال ما نعرض الفيديوهات دي وراء بعدها هبعث لك برضو زميلي فيديو تاني المهم انه طبعا يعني الامر دلوقتي امر صعب جدا انه البنت بعد ما اختفت خلينا برضو نعرض شهادة الاسلامة اللي ظهرت اليومين اللي فاته بعد ما اختفت اتهى دلوقتي بدأت كلام انه هي فيه شخص وراء اختفاقها وانه الشخص ده من قرية جنب قريتهم وبدأت هو الشخص ده وبعدين بدأت بقى تنتشر ان فيه شهادة اسلامة وكان فيه برضو سؤال على انه هل مزورة ولا مش مزورة عشان الصورة الفوق بس هي شهادات الاسلامة تقريبا شكلها كده وصورتها طبعا من شهادة الاسلامة وهي بالحجاب ولقينا نفس السيناريو يعني انا بتكلم دلوقتي على نقطتين مهمين جد النقطة الاولى موضوع تمنتشر سنة الاسلامة انا مش قادرة افهم لغاية دلوقتي ازاي الدولة مش منطفدة حول هذا الامر وانه استمح للازهر بانه يغير الديانة تمنتشر سنة النقطة التانية فكرة انه السيناريو انه فيه شاب بيلف على بنت وبعدين يخلي البنت تهرب من قسرتها وكأنه قسرتها لربوها كل السنين دي ما لهمش اي حق عليها وانها لازم خلاص بقى هتسيب قسرتها وفي نفس الوقت برضو بنتكلم على انه يا جماعة احنا ما بنقولش حاجة لو فيه اي بنت او شاب رايح للإسلام على اعتبار انه درس واختار كدين ماشي لكن كل مرة تبقى نفس السيناريو بحيث ان فيه شاب هو اللي لفع البنت وخلى البنت تسيب اهلها وانه تسيب اهلها علشان خوط عشان تروح الاسلام علشان خاطر يتتجوزه الكلام ده اعتقد يعني المفروض يكون عليه وقفة يعني يكون لي وقفة فعلا خلينا نشوف الفيديوهات والاستغسات من والدها ووالدتها وقريبتها وكلهم طبعا بيتوسلوا بيستغيثوا برئيس الجمهورية انه يصلح الامور دي وان تعود ابنتهم اليه وانتهم اليه لتحرق يعيد رجح حالي ترجع ونشوفه يا سات الرئيس انت ماتقول احنا ام وطن واحد وامه واحدة وكلنا واحد فين انت لو مش انت قلت وجيت نهار العيد وعيتها علينا قلت انوا اطمنوا احنا مع بعض طفيناك انت يا رئيس احنا بنشد يا كينت لاني دي جاسب 19 سنة حد لو كان الناس بتقول برغبتها نشوفها تحت املك منتو وانتو تيب حايشاقعدين وشايفينها وإحنا نشوف أمها منهارة وشوف كنت مذهبة مع البابا بس فيناك لازم تعمل حاجة لأنه دي فيها طبقة قائفة مسيحية ومسلمين لأن إحنا فرياف إحنا خلافة بس إحنا لنا جوة لنا جوان المسيح معانا وإنتما تقول أنا معاكم وكنتما تقول فحيد أنا معاكم أنا صلاح مختار من مركز ملوي محافظة المينيا سابر الغربية بنت مخطوفة من يوم اتنين وعشرين واحد وراحت جسم شرطة ملوي أبلغ زبط المباحث اللي هنا جال البنات ما عندكم ما بتتخطبشي وبتمشي بمزاجها وراحت أردل من الجسم وراحت عملت رفحت شابوة رفحت تل غراف لهم للسيد مدير أمن المينيا والسيد وزير الداخلية وبستغذ بيهم وتمنى كل الفاكس ده وصل وبستغذ بيهم وبستغذ بردس الجمهورية والأمن هنا بيطلقنا محدش مبساعدنا خالص وراحت امن الدولة مركزش يدخلوني ورا بستغذ بيستغذ بردس الجمهورية والأمن الوطني بقول المسحين هنا في أمان فين الأمان اللي احنا عايشين فيه فين الأمان فين الجسم اللي احنا بناخد فيه راحيطنا والأمن الوطني والحكومة لقدمة الشع واحنا بيضطرد من الأجسام أساساً مخطوبة أنا المواطن صلاح مختار إسكندر حنة من محافظة المينيا مركز ملاو السياف النصر الغربية أناشد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بالتدخل السريع قبل كل المصير بالتدخل السريع لرجوع بنت كريستينا قاسر 19 سنة وأناشد السيد وزير الداخلية ومدير أمن المينيا بتدخل السريع كريستينا اختفت وهي كانت في إنا هما أساساً من قرية تبع المينيا وزي ما شفتوا طبعاً منظر البيت والناس يعني على قد حالهم جداً وفي نفس الوقت هو شرح أنه لما راح يعمل حتى بلاغ وحاول يشوف الأمن الوطني فالأمن الوطني رفضوا فأنا مش قادرة برضو الزابط بتاع الأمن الوطني ولا أي مسؤول في الدولة يرضى أن بنته علشان خاطر تروح لأي دين أو علشان خاطر ترتبط بأي شخص أن هي تسيب بيتها وتسيب أسرتها يعني هو بيرضب كده ويقول له بمزاجها يعني إيه بمزاجها أساساً 19 سنة ده مش سنة أسلامة 19 سنة دي بنت لسه مش نضجت كفاية علشان تاخد قرار في نفس الوقت إيه المشكلة أنه دلوقتي ليه السيناريوهات تبقى كده وليه الأمن الوطني ما يساعدش أنه البنت لو أنت بتتكلم أنها راح بمزاجها طب لو سمحت هاتها لأبوها أمها أنت كشخص وظابط في أمن وطني ترضى أن بنتك تسيب لك البيت كده وتبقى أنت تروح حشان تعمل بلاغ أو أن تطلب من الشرطة يساعدوك حشان تعرف مكان بنتك يقولولك لا دي ماشي بمزاجها طب وانت عرفت منين برضو ماشي بمزاجها ما تجيبها طيب ما نجيب البنت حضرتك المفروض المنود بيك أن فيه بنت مختفي عن أهلها وقبل كده على فكرة كان فيه حالات كتير كان فيه بنات وستات مسلمات مختفيات وانتو رجعتوهم لأهليهم وعرفتوا أماكنهم فينو جبتوهم فالموضوع ما ينفعش تقولي 19 سنة دي نطجة وخلاص خدت قرارها وثابت بيت أهلها أهلها ليهم حق عليها إحنا تكلمنا الكلام ده مليون مرة قاعدين بنكرر فيه مليون مرة يا جماعة السن الأسلامة لازم يتغير ما فيش حاجة اسمها ده 11 سنة 21 سنة على الأقل الموضوع جلسات النصح والإرشاد اللي اختفت اللي تلغط بقرار شفوي لازم ترجع تاني من حق أي أسرة في الدنيا مسيحية أو مسلمة بنتهم تبعد عنهم إنهم يعرفوا بنتهم فين ويتطمنوا عليها مش 19 ولا 20 سنة ولا حتى 21 سنة تضيعها باقا من طفلتها من ما هي سن ثواني لغاية ما تكبر 19 سنة ما فيش حق للأب والأم والأسرة دي عليها ما فيش حق إنتوا كدولة وكحجوك إنسان تمنحوا للأسرة دي إن من حقهم إنهم يعرفوا بنتهم ويعودوا معاها ودلوقتي الوضع برضو تغير الفكرة إنه تسوكي يا عم لو هي مقتنعة ماشي بالدين التاني وعايزة تروح وعن اقتناعه ولو إني أشك طبعا جدا فين دي 19 سنة فين الدروس اللي خدتها فين المقارنة اللي عملتها علشان هتقتنع بدين تاني مفيش الكلام ده طبعا وحنا كلنا فاهمين ومش هنتحك على بعض هو شاب بيلف على بنت بياخدها بقى ويخليها تهرب من أهلها وهذا الكلام وهذا السيناريو اللي غريب جدا مش عارفين ليه هيتوقف فبجد فعلا حاجة صعبة جدا هي كانت قدمت المعهد ده تقريبا دي أول سنة ليها وهي في المعهد رحت امتحنت والبيت المختاربات اللي كانت فيه هي ما رجعتش أول يوم تاني يوم يوم اللي بين الجمعة والسبت ولا سبت وحق المهم وبلغوا أسرتها بعد يومين ثلاثة من اختفاءها طبعا أسرة دوروا في كل مكان والسيناريو الباقي اللي والدها كان بيحكي عنه لما جي يروح الأمن الوطني ونزلوا طبعا والدها والدتها على إينا وفضلوا يلفوا وديكم شفتم من الفيديوهات حالتهم إيه بين ناشد الدولة بتصحيح القوانين دي كلها والإجراءات دي كلها وتغيير سن الأسلامة في الأزهر ومن حق والد ووالدة البنت وأسرتها إنهم من حقهم عليكم كشرطة وكأمن وطني إنه أنتوا تجيبوا البنت وتخلوا البنت تقعد مع أسرتها وتشوف الموضوع ده نرسي على إيه ماينفعش حتة شاب بكده يروح لافف على دماغ بنت والدنيا بقى يعني خلاص تتغير بالشكل ده فأرجو من الدولة إن هي تهتم بهذا الأمر لأنه فعلا بيصير حزازيات والأمور بتكون صعبة جدا والناس بتبتدي تحس إنه فعلا مفيش الحقيقة فيه تمييز ومفيش مساواة في التعامل بناتمنى وفوق كل ده طبعا الحقيقة أنا توصلت مع الكاهن وتوصلت مع برضو أحد قريبها وإنه فعلا هنكسف الصلاة وإن شاء الله هترجع يا جماعة وبنقول كل مرة الجملة البنت ما بتبقاش بتبقى في العوار حرة عواطف بقى ومش دريانة باللي بيحصل وبعد كده بتشوف الويل وقبل كده حكينا قصص كتير جدا كان حكة عنهم رامي كامل والبنات نفسهم إزاي إن هم تعملوا معاملة يعني عفوا في الكلمة يعني زي الخدمات في الآخر وإزاي إن هم يعني شربوا المرة علشان يقدروا يهربوا من الواقع اللي هم راحوا له برجليهم بعد كده ربنا يحمي بلدنا وإن المواضيع دي فعلا محتاجة وقفة ومحتاجة تصبيت لأنها أكيد بتأثر بشكل كبير جدا على السلم العام وعلى العلاقات الوطيدة بين لطرفي الدولة المسلمين والمسيحي